التشكيلة السياسية التي استقبلت من قبل رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون خلال هذا الأسبوع بداية سيد محمد الداوي ما هي أهم المحاور التي تضمنت أجندة لقائكم مع سيد الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم مرة ثانية شكرا لأخت ماجدة شكرا لك والتحية يعني موصولة للضيوف والإخوان اللي شاركوناها للأطول لكل مستمعي ومشاهدي قناة نهار في الحقيقة يعني تلقينا دعوة كريمة من سيد الرئيس الجمهورية لحضور لقاء تشاوري من خلاله تم وضعنا في الصورة على أساس أنه سيد الرئيس الجمهورية يعني لما اعتلى سدة الحكم انطلق مباشرة في مجموعة من الإصلاحات السياسية بحكم المنصب اللي راح متواجد فيه ومباشرة يعني كانت يعني الصعوبة اللي كنا عايشينها في ذلك الوقت هي قضية الكورونا كنا قضية مازال يعني الأمور جديدة فمباشرة انطلق في تعديل الدستور باعتباره يعني أهم وكانت أولى الورشات التي انطلق فيها سيد الرئيس والدستور يعني مثل ما يشهد الجميع أنه لقى يعني أو حوضية باستشارة واسعة لفئات يعني عديدة في المجتمع وخرجنا في النهاية يعني بدستور مهما مهما يقال عنه خرجنا بدستور وفوط عليه جزء من الشعب الجزائري وهذا كشي نال 60% من منثقة الجزائريين أيضا الرئيس قال أنه دخلت في إصلاحات أخرى بتدعم بالقانون الوضعي لأنه اقطع على نفسه كعهد أنه يحل المجلس الشعبي الوطني وحتى يعني انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة قانون الانتخابات أيضا حوضية باستشارة أقل من الاستشارة التي حوضية بها الدستور على أقل أنه شاركت في الحزاب السياسية وفيه بعض الإصلاحات التي تكلم عليها في القانون التي تكلم عليها السيد الرئيس جاءت في قانون العضوي للانتخابات قال يعني على الأقل طريقة التشطيب وطريقة القائمة المفتوحة تخلصنا من قضية الرأس القائمة وشراء القوائم والمال الفاسد أو غير الفاسد يعني شراء الذم لم يعد له وجود في القانون الجديد أيضا تكلم كثير السيد الرئيس في كثير من القضايا ولكن احنا أيضا من جانبنا يعني كأمين عامل حزب الكرامة حملنا يعني ما جيناش غير نسمعه وجينا أيضا نطرحوا قضايا ذات بعد وطني وذات بعد جهوي وهذا يعني تماشيا ووفاء للأمانة اللي نحملها تكلمنا في خلال هذا الموضوع تكلمنا على تقسيم الإداري الجديد لشهدت البلاد على الأقل في الجنوب قلنا لابد أنه يستكمل ببلديات جديدة لأنه تقريبا الإدارة من المواطن مثل ما جاء في مجلس الوزراء الأخير يقتضي أننا ندير بلديات جديدة لأنه آخر تقسيم في الجزائر كان من الـ 84 تقريبا وآخر جزئي في الـ 91 حتى يتماشى مع أن تطلبت المواطن أينما كان لأن الجزائر الآن اليوم يسكنها على الأقل 42 مليون جزائري لابد أننا نتكفل بهم أيضا تكلمنا على ملف حساس جدا وهو ملف التشغيل بسبب طول وطنية سوى التشغيل لما نتكلم عنه عنده عدة جوانب ولكن خصينا بالذكر ملف التشغيل في الجنوب في الولايات النفطية بالخصوص لأنه يؤرق الجماعات المحلية ويؤرق البطالين ورانا نشوفه في صور تدمع لها العيون وتدمع لها القلوب نشوفه في ناس احتجاجات كبيرة في قردلا وفي الأغواط وفي غيرها وبالتالي وضعنا السيد رئيس الجمهورية في الصورة قلنا أنه يبد أن ينبغي أن هذا الموضوع يتحل أيضا تكلمنا على نقطة ثالثة وهي شباب الحدود جزائر لها 7000 كم من الحدود فيها على الأقل 12 ولاية أو 14 ولاية حدودية فيها شباب لنا يعني رهم يعتبروا رافد ويعتبروا سند ويعتبروا حصن أيضا يضاف إلى الحصن الأول وهو الجيش الوطني الشعبي فقلنا إذا كانوا يهتمين بشما بالحدود ما يستطيع التوحد يتعامل معهم بطريقة سلبية ما يستطيع التوحد بمعنى وضعتم رئيس